السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ عايزة اسأل انا لي يا اخ كان متزوج من وحدة وطلقها وزوجته دي كانت بتجيب قروض من البنك علشان تجيب حاجات للبيت نقصاها فهل موضوع القرد ممكن يكون سبب لبعض المشاكل وعلى القرد حلال ام حرام معلش يا شيخ عايزة الرد بالتفصيل حاضر هي بتسأل بتقول ايه طبعا مش هينفع يعني الرد اللي انت بتسئولي عليه بالتفصيل ده هقولك ليه مش هينفع بالتفصيل اللي انت عايزاه لان حضرتك السؤال في كل حالة من حالات الاقتراض بيقول لها حكم معين زوجته هي بتقول ايه انا حس والله ان الست دي كانت بتجيب قروض فبتاكل ربا يعني بتاكل حرام وعشان هي بتاكل ربا وبتاكل حرام ايه اللي حصل حصل ان زواجها ده مع اخويا ربنا منبركش فيه عشان هي كانت بتقترض بس انت لما قلت ان هي بتقترض بتجيب بيها حاجات للبيت نقصها موجاز القرد ده لتمويل سلع فاذا كان القرد ده لتمويل سلع فالست ما كانتش بتقترض ولا حاجة ده كان بتشتري بالتأسيط وحتى لو كانت هي بتجيب بتجيب القرد ده عشان تشتري حياته ما كانتش بتنفق اي حاجة في الطرف ولكن بتصرف الفلوس في حاجة ضرورية لها للبيت لان اخوك كان مقصر معها مثلا وهي في البيت مش قادرة تعيش بدا يبقى ادوات مش يبقى ادوات كذلك تمويل لشراء سلعة وده معناها ان هي ما كانتش بتعمل حاجة حرام الاهم من كده ان انا عايز اقولك ان مش لازم المشكلات تحصل ما بين الناس عشان هما بيأكلوا حرام ممكن المشكلات بتحصل ما بين الناس عشان هما مش فاهمين يعني ايه زواج ولا عارفين يديروا حياتهم الزوجية وعلى فكرة انها ممكن انت انت وسمعانك كده تقولي اه والله هما فعلا ما كانوش وكأن ما كانتش ديهم زواج الناس دي كانوا المفروض يتأهلوا عشان يقدروا يتجوزوا ويقدروا يعملوا اسرة لها معايير وهذه الاسرة تكون محل نظر الله سبحانه تعالى وعشان كده اركني خالص ان الطلاق حصل بينهم عشان ما اسألت القرد لا بلاش كده السؤال اللي انت بتسأله دي بعد كده بتقولي لي وهل القرد حلال او حرام حسب لو الانسان بيقترض عشان يصرف واستهلك الاموال دي ودلوقتي خلاص البنوك ما فيهاش مفهوم القرد في قانون البنوك ما بقاش فيه مفهوم القرد البنوك بتعمل في التمويل او في التسئيلات الاقتمانية فعشان كده لو في حد بياخد الفلوش عشان يستري سلعة زي ما قلتلك ده مش هيبقى قرد وهيبقى ده التمويل وهيبقى ده مفهوش اشكال وهيبقى ده حلال ولذلك كل حالة بحالتها ولذلك عشان اقدر اقولك ان القرد ده حرام ده لما يكون قرد للاستهلاك اما القرد اللي تمويل اما المال شوف اما المال اللي بيتاخد عشان نمول شراء سلعة او عشان نمول خدمة او عشان نمول مشروع ده مش هيبقى اسمه قرد هيبقى اسمه تمويل وهيكون حلال اشتركوا في القناة